استنى الرأيم تكتبوا لي في الكومنتر اما هي احسن تشكيلة تشوفوها المنتخب التونسي وماذا بيا نشوف الارائم تياكم دخلة اليوم بش تكون دخلة سبيسيال شوية حب نشكر فيها المتابعين حب نشكر فيها الناس الكل اللي عمل جيم واللي عمل الكومنتر واللي قال كلمة باهية كلمكم هذيك رو ما يزيد كان يشجعنا بش نزيد ونتقلقوا بش نزيد ونخدموا اكثر بش نحاولوا نقدموا حاجة باهية تليق بالمتابعين الكل نشكركم الناس كل دون استثناء لكن قبل كل شيء كالعادة عصلي ما مرحبا بالنسك كل بش نحكيو على التشكيلة اللي نجم يبدأ بها جليل قادري مقابلت بوتسوانا واللي يرون اليوم زوز مقابلت اللي بش نعبوهم ضد بوتسوانا وضد مصر معناه بش تكون خلينا نقول ورا فما ديزو اوبجكتيف فما ديزو اوبجكتيف بتعام لعبية اليوم بش تحطهم وتنتجرهم في المنتخب الوطني تونسي مش بش توقع تعيتلهم مناها كازينة وهاني يعيتلك وكهو وفما زد اوبجكتيف انك بش تلعب على استحقاقات ثلاثة نقاط ضد بوتسوانا يساوي المركز الاول واللي روهية رمزية واكثر منه معنوية انك تتعدل وتمشي للكوبدافريك وانتي لوليني في الترتيب والابجكتيف الثاني كما قلت مقابلة ضد المنتخب المصري اللي زده كيف كيف بش توري فيها قيمتك الفنية وتوري انك منتخب تونس انك منتخب قوي انك منتخب عنيد وعندك كلمتك في الكوبدافريك هذي وبالنسبة معنى للمقابلة بش تكون يوم الخميس ساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس التيكيات بدأوا يتباعوا وانا فهم اشكون سألني على التيكيات بدأوا يتباعوا اليوم فما بعشرة ليف فما بخمسة عشرين دينار فما بعشرين دينار والحاجة اللي بها هي زادة انه صغيرات نجم يدخلوا بليش وانساء يدخلوا بليش ونجيوا توا نحكيوا على التشكيلة اللي بش تبدأ المقابلة تعبوتسوانا ولي راوا القائمة هذية بش تمشي اكثر منه عقلانية واكثر منه باللوجيك معناها مليعبي كيبدأ يلعب خمسة عشرين ماتش ومليعبي ما زالت ما بديت الشمبيونة بتاعه ما تجيش تقول لي عليش خطرت المليعبي هذا بارابول المليعبي هذا لخطر المليعبي الكمبيتيتيف واللي حاضر واللي قاعد يعمل في ماتشوية كبيرة توا هو الأجدر انه بش يكون موجود في التشكيلة الأساسية وحتى ولو انه المليعبي اللي في بلاستو يكون معناها خير منه في المستوى حتى تفرق من فريق إلى فريق بالنسبة للتلاثة غارديانات معناها الأمر واضح عندك بشير بن سعيد موزح سن وأيمن دحمين بيهي نجي وشوفوا الماتشوية اللي اللي لعبينهم تقريبا أكثر غارديان لعب ماتشوية في الوقت الحالي هو أيمن دحمين أيمن دحمين بريمية غارديان متاع المنتخب الوطني التونسي لكن قول بريمية غارديان معناها من الأخر بتنجمش اليوم تقول إلي المليعبي هذا يتنحى وتحط في بلاستو غارديان آخر صحيح راو المليعبي تعرض لبرشة انتقادات وأنا شخصيا معنا كنت انتقت قبوله للأهداف راك تقبل زوزو ثلاثة واربعة وخمسة راو مشكلة لكن المليعبي مداما مشوفناش أخطاء مع المنتخب الوطني التونسي منجموش نحسبوه وقت اللي يغلط مع المنتخبنا وقت النجمو نتكلم ونحكي ونقول وراو القردنا هذا بلاستو غالطة معنا مش نحطوه في الكاش أيمن دحمين ونتصور أغلبية تسعين بالمئة مش توافقوني في النقطة هذي كي نتعديه للمركز ذاهيري سار اللي شواء اليوم عنا ثلاثة ملاعبية حتى أسامة الحديدي بش نحسبوه أريير جوش أسامة الحديدي علي العبدي وعلي معلول التوتولير اللي قاعد يكاور واللي معروف عند الجماهير التونسية في الأريير جوش هو علي معلول لكن كتشوف البرفورمانس كتشوف الماتشويت كتشوف قديش من المقابلة لعبوها في دوبيت سيزان اللي هنا بصراحة بش نختار علي العبدي اللي قاعد يلعب في الليك دو واللي هو تيتولير وقاعد يكاور ومعنى حتى ينسجل هدف تقريبا في الجولة الفارطة وإلا اللي قبلها بالنسبة للجهة اليمين لهني عندك كشريدة اللي يلعب في الدوري اليوناني وعندك زادة ملاعبية آخر اللي هو أكثر منه ديفونسيف ويلعب في اللاكس ويلعب في خطة ثلاثة خمسة اثنين يان فاليري وليانا حسب تصوري وحسب اعتقاداتي فرصة بش نعطيه معناه الملاعبية تندجه نحط يان فاليري كون قرير درواء ونجربه الملاعبية وخلي الجماهير التونسية تتفرج فيه وتحكم عليه من غير ما ندخل في الدسكوسيون بتاع الملاعبية ليه وكشريدة مستنس بجو المنتخب وميسيرش يدخل كشريدة وبعد يهبت ميسيرش نعطيهها قيمة لملاعبية جبناه هبتناه في درجة ودرجين توقيت نعطيه يلعب تسعين دقيقة ونشوفه الملاعبية هل هو في قيمة الاستحقاقات وإلا ليه خطر قولترا المقابلة هذي صحيح فيها ثلاثة نقاط وفيها زادة عام المهم انك بيش تجرب الملاعبية ان شاء الله بشيكون يان فاليري على الجهة اليمين بالنسبة لثونيقي محور الدفاع وقاية للتغيير وقاية للتغيير بش نعطيه فرصة الملاعبية لاخرين مثال انت كتشوف تول تلقى عندك نيدل الغندري وعندك ياسين مريح ومعاهم وغرام وعندك اسامة الحديدي اللي زادة ينجم يلعب نتصور والاقرب انه فرصة نعطيه معناها الملاعبية علي غرام اللي عايت ناله المنتخب التونسي اللي العب في المقابلة متع ليبيا معنا العب بعد الدقائق اللي عايت ناله زادة في دورة كيرين وكان موجود مع المنتخب التونسي مثال اليوم خموا فتا جديد اليوم نخموا انه بش نعطيه نفس جديد للمنتخب الوطني التونسي صحيح روش شواء صحيب برشة صحيح روش هنا فما الجماهية تتغش فما شكون يقول لك عليش ما تحطش نيدل الغندري فما شكون يقول لك عليش ما تخليش مريح فما شكون يقول لك زادة اليوم معا التغيير ونعطيه فرصة لمليعبي صغيرك مع علي غرام نشوفوه مع منتصر الطالبي واللي يروا اكتر منه بش نكتشفو المليعبي عليش انت مبعد تخليل الزهر وللوقت وبالكشي ونشوفه المليعبي ومنعريش انا الله لا يقدر يتضرب لك مريح ولا يخولك ورقة حمرة وبعد تقعد تلوج على البديل مثالش ندوره ليفكتيف ونعطيه فرصة لعلي غرام معناها الرباعي بش يكون متكون منتصر الطالبي علي غرام عجيالي سرع العبدي عجيالي مين يان فاليري وبالنسبة لحراسة المرمى اي من دحمين نجيو طوي الوسط الميدان والهن خليل نوضح الخطة التكتيكية اللي بش العبية المنتخب التونسي والاقرب بش تكون اربعة اثنين ثلاثة واحد نقول لكم عليش اربعة اثنين ثلاثة واحد نجيو المليوتيراء اللي هو بش يكون فيه زوم لعبية وما نت نتصورش من الستة الملعبية اللي موجودة نتوى نحكيو على السخيري ومعنا حنبع المجبري وبالرمضان والعيدوني وارفيعا مانا اليوم نجمه نختلفه ونقوله ما يكونو جز ملعبية اللي هما السخيري والعيدوني واللي يروا اثبته الملعبية هذهم يلعبوا مع بعضهم الملعبي اكثر منه سونتينيل واكثر منه دفاعيا نحكيو على السخيري اللي قاعد يتطور واللي قاعد يقدم في مقابلات كبيرة ونحكيو زادا على عيدوني اللي بصراحة مانا يقاعدين نتبع في الملعبية ونشوفو في كيفش قاعد يكون فريق يونيو برلين واللي اليوم رك تحكي على عيدوني اخر برابور اللي كان في فريق المجري وتوى رو ملعبية يمشي اكثر منه لفنصيف رو ملعبية كان باس 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 كورت ليزين دوي يعطي باس ويعطي حل في نفس الوقت مش يقعد سميمة يفك الكورة ويقتصر على انه يعطي الباس الاقرب الملعبية ليه لطريقة اللعبة متاعه وتغيرت معناها نشوفو السخيري والعيدوني يكونو بيجنب بعضهم قدام الزوم اللعبية هذهم عند عندك برشة شوى اذا كانت تحب تلعب مرحلة دفاعية وتحب تفك الكورة عندك محمد علي بالرمضان اذا كانت تحب تلعب لمليابي كلي يتحرك برشة ويطلب في الانترفال ومليابي يدوي في وسط الميدان حنبع المجبري واذا كانت تلوج عن نفس الهجومي هوني نحكي على حمزة رفيعة ولي انا شخصيا معا حمزة رفيعة صحيح رو حنبع المجبري عنده بلاسة في المنتخب التونسي وعنده بلاسة ويكاور مش شو قولك مليابي ما عندوش قيمة وليه ومش كوار بالعكس انا شخصيا من اكثر الناس اللي دفعت على المليابي لكن طوى نحب نشوف حمزة رفيعة اللي قاعد يتقلق في الدوري الايطالي واللي عمل تشتر سيزون علامية في الشطر الاخير نحكي على السيزون اللي فاتت طوى نحب نشوفهم على المنتخب الوطني التونسي اللي يعطي اكثر حلول واكثر خاصة اللي هنا تنقول لكم عليش اللوج على المليابي هذا في ظل وجود العشوري والعيوني اللي بش نتحدث عليها من بعد وقت اللي نحبه نغيره حسب ظروف المقابلة يكون موجود حنبع المجبري بالن بالنسبة للهجوم اللي هنا فهم برشة شواء عندك اللي الساعد اللي فرصة بش نجربه المليابي وش نعطيه هطاندوجه موجود عمر العيوني في التصريح اللي كان حتى حكي فيه اتحدث على البوست متاع وقال انا نرتاح على اليمين ونجم نلعب عليه صار ونجم نلعب اونبونت شفتك الجوال اللي يقول لك راني نجم غادي ونجم غادي ونرتاح في البلاسة هذيكا اميسي يشحطه في البلاسة هذيكا وخليه يكور ومبعد احكم عليه زادة كيف كيف عندك يوسف المساكني ما نش بش ننسيه عنا هيثم الجويني عنا علي يوسف عنا سيف الله الطيف عنا المليابية هذهم ينجم يكونوا موجودين في خط الهجوم اكيد مش بش نحطهم الكل بش نختاره ثلاثة مليابية واللي بالنسبة لينا بش نبدأ على الجهة اللي صار واللي كونفرمي مليابي ان شاء الله بش يكون موجود هو اليس العاشوري بالنسبة للجهة اليمين في ظل وجود حمزة رفعة اللي قلت حاجتي به المليابي هذي بش يعتيني نفس هجومي وبش يلواجلي على البروفوندور وفي ظهر الديفونساريت يكون موج موجود عمر العيوني وتفرجوا في عمر العيوني وحكموا عليه شوفت كتحطوا راهي ريجسور وخاصة يكون ريجسورك اللي يلواج على الانزان ترفال ويلواج في اللي باس في البروفوندور في ظهر الديفونساريت شوف عمر العيوني ايش نوع ينجم يقدم لك معناها عمر العيوني بش يكون موجود على الجهة اليمين بالنسبة لونبوانت اللي هنيرا يتختلف ولي يمكن راوش شوى متاعي مش بش يعجب برشة خطر عندك علي يوسف ينجم يلعب في البلسة هذيك عندك الطيف اللي تنجم الملعب هذي يلعب على الكوتيلي سار لكن زادت نجم تلعبه في البلسة هذيك عندك زادة كيف كيف هيثم الجويني اللي تحب ولا تكرم معناها يلعب في البلسة هذيك وانا شخصيا بش نختار ايكون علي يوسف بالفورماسيون هذي اللي اعطيتها راو مش معناها مفاميش روم بلاسونيت على خاطر ينجم يقلبو لك اللعبة على خاطر ينجم يكون ملعبي ما هوش في بلاستو ولا ملعبي ما هوش في فورما ما يجمش تقدم لك الاضافة تهبت ملعبية اخرين وعلى ما تقد الأقرب بش يكون موجود هو سيفر للطيف اللي بش نشوفو الملعبي هذي ان شاء الله بش يكون موجود بش شوفو زادة كيف كيف الي الساعة وفرصة بش نعطيه الانس الحاج محمود فرصة بش يكور بش نشوفو الملعبي بش نكتشفوه خاطر اليوم لازمك تلعب الملعبي اقل شي ثلاثة مقابلات ويكونوا سكسيسيف واقل حتى من الوحدة عشرين سنا بش ما يبدلش الجنسية متاعه ان شاء الله حظ موافق المنتخب التونسي ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذي زادة كيف كيف نستنى تكتبوا لي في الكومنتر اما هي احسن تشكيلة تشوفوها المنتخب التونسي وماذبية نشوف الارائم تاكم مغزي بكو على المشادر تيكم الساحة تسبح على خير نسك كل